أريد أن تغلدي و تزياني و تقديل الفورمة و تقديل البشرة و تجبد و تقولي أغزائها لك تشعيد سوف نصحك نصيحة لا تغلدي بثافة حتى تشتي غلدي في القياس خير الأمور أوسطها غلدي لا تكون غلدة مرقة لكي أردتها اليوم أجبتك الوصفة التي تزوينا بثافة سوف تغلدك على الصح و تجبد لك البشرة و خصوصا سوف تغلدك في المنطقة الأنتوية سوف ترجعي أختي باللارة و سوف تجد معي في الأول فيديو حتى أخر لكي ترى الوصفة كيف سوف نقوم بها و المكونات و بالنسبة لبنات المادة هذه الوصفة لا تبقى تبني فيها سوف تشربه كله لكي لا تبقى تبني فيها سوف تشربه سوف تشربه سوف تشربه سوف تغلدك سوف تجد معي في المنطقة سوف تغلد بصوصا سوف تغلدك سوف تغلدك سوف نشربها ونشربها لا تستطيع الحلبة والحمص سوف تشربها لا تستطيع أن تشربها سوف تبقى 1 ساعة أو 1 ساعة مهمة بنادس جربوها سوف نشربها السلام عليكم أخواتي أصحابي اليوم أخواتي سوف نعطيكم وصفة وصفة زيادة الوزن وصفة الغلب إذا أريد أن تغلض وتقدر فورمة وتزيانة وتقدر بقفالات كما لا تجاعد كما تعرفون أن الغلب بالنسبة للمرأة من المرأة ونعطيك لن تكون غليظة كما تعرفون الأمور كما تريد أن يكون غليظة بقفالة قميسة قميسة وشكلة بقفالة مجمع تقول انت غير مزقا فيه و لا يمكنك كيف تفعله اختي اختي كما نقوله اختي كما نقوله ستكون مرقيقة على حال حالك المهمة للبنات اليوم هذة الوصفة هذي سأعطيكم اغزاله رخيصه والبنات سجدها سهلة في التحضير وإلى اختي ستشكرني وسوف تحميلي الوالدين حقا انا قدرتها أعطيتها لابنات فلحابتي وداروها وشكروني عليها انا كما تعرفون عن طريق الفيديو كنت أقول لكم انا لا أريد الغلد كثيرا كان ضعف ولكن أريد ضعف هذه الأسئلة هي ضعيفة لحسب طوليي أنا فيها مترو و 63 كان أريد أن أضعف ولكن من أضعف يخسر لي وجهه وجهه مع كما تشغل فورماة طويلة يخسر لي وجهه كان يخسر لي وجهه كان يخسر لي هذا الأعظيمات كان يخسر لي درجة وخاء بيضة كان الزرار كان يخسر لي يعني أنه لم يأتي معي الضعف لن يأتي معي نحاول أن نضعي رياضة ونحاول الكرش أصافي كان يخسر لي فورماة طويلة ونقصرة يجب أن نكون في القياس لا نكون غليدة وضعيفة المهم يقالون أن أحبك أريد شخص وصفة التي تغلطنا وضعنا مادرنا وضعنا الوصفات وضعنا الوصفة وضعنا البقبوكة وضعنا الوصفة وهذه الوصفة من الوصفة التي تغلطتها كثيرا يجب أن تغلط لك ونقصر البشرة وضعنا الوصفة وضعنا الوصفة ونقصر بطريقة استعمالها ويجب أن تشربها من مرة في النهار يجب أن تكون معنا المهمة أخواتي لأنني أحساس في هذه الوصفة تغلط على الصح وتغلط بطريقة طبيعية وتغلط بسرعة وتصفي البشرة وضعنا الوصفة المهمة أول شيء هناك الحلبة من الأحساس تخذها المهمة بالدية يجب أن تكون الحبتة و يكون لونها تغلط و يكون صفرة 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 وعلى اللونها مفتوح وحبةها كبيرة هذه الرومية وهذه البلدية تكون بحماك الحبة رقيقة وحبة وحبة مغلط لنسبة لبنات اللي سيقولون لي الحلبة سأعطينا الريحة شاهدوا لبنات الحلبة فيها فوائد كثيرا على الجسم والبشرة تغلطك على الصح تصفي تنقل البشرة وعندك واحد نظارة كنت تعرفوا الفوائد الحلبة تخلوه بحثوا على الفوائد الحلبة كنت تعرف الفوائد الحلبة تزميها بالألماز أنا كنت أحمق على الحلبة في الوصفات وفي الوصفات الجميل كنت أمضى جهية ووصفات الغلد وكل شيء رقينا الحلبة كل شيء موجود باندوش السابون غسل جسم جميع أنواعه الرواية الحلمة موجود كل شيء موجود نحاول عقز ندروا الحلبة رهزوينة لا نخافوا من الريحة دخل وصفة ودخل ووصلي وعندك كنت أحمق هنا لدي الحلبة كما قلت لكم أخذت مع القاة صغيرة الحلبة مع القاة صغيرة عامرة مثل هذا مع القاة صغيرة عامرة جيدة تهنيس جيدة ندرها في هذا الكاس هذا أنا درتها في الليل ونخلق عليه المبارد يعني المعاد يمره بيني كنقب عليها تقريبا كاس مع مرش أو لك تقدري تعمري الكاس صافي أخذت اخذت للمدينة كاملة كتبت للمدينة كاملة كتبت للمدينة ويأتي سهلة في المشروب سترطب وستحر للمدينة كنت كتبت للمدينة كاملة ويأتي للمدينة و هنا لدينا الحمص لدينا الحمص خاطر 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 يغلط و يعطينا واحد نظارة للبشرة و يزوين بالسفد هنا اخذت معلقة كبيرة لدينا الحمص و هناك معلقة كبيرة ولكن عندك مرتب عندك في الفريقو اخذي من القياس و اخذيه في الماء و اخذيه عاوساني كيرتابه لكاملة لكي يأتيك سهل و منك تشربه لا تشعر به سوف نأخذ معلقة كبيرة لدينا الحمص نضعها تايفة الكاس و نخوى عليها الماء و نجعلها ترتاب ليلة كاملة يعني هذا الجوج عندي الحلبة و الحمص نضعهم في الليل من الليل و نضعهم في الشقرية و نضعهم مع بعضياتهم و لا يوجد شقرية كبيرة تخوى عليهم الماء و تغطيهم بشي سلوفان أو شقرية عند رقطة ديالها و تجعلهم كيبات و حتى نغطي ليلة في الصباح في الصباح اخذي مني تنوضي كيف يمكنك تحضر سوف نجعل هذا الكاس و نضعه و سوف نضعه و سوف نضعه و نضعه و نضعه و نضعه و نضعه والحلمة و نضعه و نضعه و نضعه و نضعه و سوف نضعه و سوف نضعه تطحن هذه الحلبة و الحمص تطحنهم جيدا تطحنهم حيث يتنيلهم حيث مرتع بين الحمص مرتع الحلبة هي كذلك مرتعبة يعني ضغية تطحن بحلها و تدريها في الكاس بحلها ركتعتك كاس كبير بحلها صافي هذا الكاس الكبير هذا القياس الذي ستدري كل نهار هنا كاس التي ستشرب فيه المناضة و تطحن الشربي الماء مهم هو الذي تشربته مع القياس كبير وتضيفها إضافة للحمص وتجعلها الاحمص و مفروسة في الفريقو اضيفها زوجه في الكاس ثم نضع الأوماء و اضيفها مع القياس لذيك أن القياس لديهه و الحلبة ذاتك فضيفها مع القياس صغيرة وأضيفها نضع القياس يعني هذا هو العاصل الذي ستبقى تشربه ليه باستخدامه وعندما ندور تليفون لكي نقول لكم طريقة لإستعماله وشكل مدخص تشربه وعندما اخواتي هل تنشون معي الوصف هذا المشروب الذي يزوين بالساف الحلبة والحمص وعندما أرى ان اخفتتت بحضن البقبوكة سوف تقوم بسيطة لكي نعمل على مشروبكة للتصحونة ونزل بحضن وشكل دقيقة ليشهر بشكل مالذي لتحنين هذا المشروب الحلبة و الحمص من الأسبوع الأول تبدأ النتيجة من الأسبوع الأول تبدأ النتيجة من الأولى تبدأ النتيجة والفرق و تجبدك و تجبدك بالنسبة الطريقة تأخذ القياس كل نهار و تطبيع في الليل و في الصباح تطحني هذا القياس تطبيع في الصباح تطحنيها و تطحنيها و تشربها تبقى ما شربت شيئا و تبقى ما فترتي تشرب هذا القياس و تبقى الساعة أو الساعة و تبقى الساعة لا يوجد مشكل إذا كنت تشربتها و تخرجت الخدمة لك حتى تبقى الساعة أو الساعة تفضري تتبقى الساعة و تفضري حتى تحضر ثقك و تبقى's هذا القياس و تبقى الساعة لكه و تبقى الساعة و تبقى الساعة و تشربت هذا المشروع و تبقى التفضري كما تبقى للبنات سأتحل الشهية هدوة أو عندما تحصل توقيع خصوصا لك التطبيع و كما غلطة و فيتامينات و عنك تغلب سأتحصل في الأولى ستبع لك فورما لك حويجك لا يبقى على قدك والبشرة لك ستبع لك هذه الوصفة تبع لك من رأسك حتى رجلك وتزيل لك البشرة وتعطي لك نظرة بالنسبة للبشرة التي ستبع لها الحلبة تبع لها الحلبة إذا أريد الزين من الرجل الذي يريد الزين تحرير قول كثيرة محيطة الأذي لا تحرير من تحرير تقديل البشرة و تقديل فرمة و تقديل الحلبة الحلبة تحت بها فوائد كثيرة كثيرة على الجسم كما قدت لكم ستعرفون الفوائد الحلبة تتوزنها بالذهب بعدها احمق الحلبة تدخل الدوشي اضع الكيس و تضع الكيس و تقديل المسائل و تقولها تشكشقي و تشعلي و تقديل الحلبة و تضع الكيس و نضع الوصفات الطبيعية لا يوجد محسن منهم هذه الوصفات التي نضعها و اعطيتها البنات لعرسات و اقسيم لعرسات واحدة التي تتعرفها كانت تبقى عروسة تبارك الله و والدات و تقديلها في سيمانة 1 و تبارك الله تقديلها و تقديلها في العرس صارت حينما نفعل المنزل هاهلا و نصورها بعد الفطر و تقديلها يوميا 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 سيمانة ثانية تقديلها نهار نهار لا تقديلها نجد مكونات خطير تحتاج المشروع لكي يفضل المشروع لكي تنظيم حمص و الحلبة موضوع جميعا وفي هذه الوصفة نشاهدوا بناس كما قلت لكم قمت لكم جربوها ابناء اعطيتها لهم وشكروني عليها وان شاء الله سوف تجربوها وقالعي اخبار في كومنتير هذه الوصفة هذه الوصفة في خطيرة خطيرة وزمينة جدا يمكنكم اتركوا الفيديو لكي يتميز الاسفد أما الأن الرئيس بابت الانتكيب ويسألون الناس أنه يأخذ السمك تغلاطي إذا اردت اضافي لن تقدر اضافي لا تقدر اضاف السمك لا تستطيع الرياض لك ممثالية ولكن لديك ولدات سهل لكي تغلظي وصعيب لكي تدعافي وهذا ما أريدت لكم دائما نغلظه في القياس ولكن لا تدعافي لا تستطيع افضل الوصفة لن أتطور لكم الحضرة ولكن لا تستفيدوا لاحقا نريد نصحكم وانتصري لكم إذا أردت لكم اضعوا فيديوه وانتصري لكم ونزيدنا لكم الوصفة للمجربة لكي تستفيدوا منهم يلا أخوة سيخليتكم على خير وانتصري لكم شكرا 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 شكرا